أهلاً وسهلاً بكم في قناة بوسي كوروشي سنتعلم مع بعض النهاردة نعمل غرزة العمود بلفتين طريقته سهلة وبسيطة هنا ارتفعت عشرة غرزة سلسلة العمود بتقبط نين لفة بعمله اربع سلسل ارتفاع واحد اثنين ثلاثة اربعة غلفي الخيط على الابرة واسيب اول غرزة والثانية والثالثة والربعة وادخل في الغرزة الخامسة وعمق غرزة العمود باثنين لفة بلف الخيط على الابرة مرتين اول مرة دي لفة الخيط هلفه كمان مرة كده دي لغرزة العمود باثنين لفة واسيب اول غرزة والثانية والثالثة والربعة وادخل في الغرزة الخامسة واسحب الخيط اتكون معي عربة حلقات على الابرة هلف الخيط واطلع من حلقتين هلف الخيط كمان مرة على الابرة واطلع من كمان حلقتين هلف الخيط كمان مرة على الابرة واطلع من كمان حلقتين دي غرزة العمود باثنين لف يبلل 4 سلاسل اللانس بتهم ارتفاع هتبرم اول غرزة عمود بلفة وبروح عند غرزة السلسلة اللي بعدها وبعمل فيها غرزة عمود باثنين لفة تاني بلف الخيط على الابرة مرتين سأخذ الغرزه م ». سنجد شراء على الحقول سأخذ الغرزة مرة من خطباً وسأخذ الغرزة إلى الأغزية سأخذ الغرزة إلى الغرزة في أق tang سأخذ الغرزة إلى الغرزة الفل 녀DR سأخذ الغرزة X وبسحب الخيط. اتكون معي اربع حلقات على الابرة. بلف الخيط على الابرة. وبطلع من حلقتين. وبلفه كمان وره وطلع من حلقتين كمان. وبلفه كمان وبطلع من اخر حلقتين. طريقته بسيطة وجميلة. يبقى بلف الخيط مرتين على الابرة. وبروح ان دورزة السلسلة اللي عليها الدور. وبدخل جواها وبسحب الخيط. بيبقى معي اربع حلقات. بلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط لاخر مرة وبطلع من اخر حلقتين. بلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط كمان مرة وبطلع من حلقتين. هكمل لاخر الدور وهرجع لكم تانية. يكمل بنفس الطريقة وهرجع لكم تانية عشان اواريكم نرتفع السطور ازاي. وكياتي لكم تاني واشتغلت في كل الغرز غرزة عمود باتنين لفة. واحد اتنين تلاتة اربعة وهمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حدوش. دول العشر سلاسل اللي انا كنت عملتهم. عملت فيهم عشرة غرز عمود بلافة. ودول الاربع سلاسل الارتفاع اللي انا ارتفعتهم ارتفاع غرزة عمود بلافة. فقام معي 11 غرزة عمود بلافة. هنرتفع للسطور التاني مع بعض. وارتفع اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهدور الشغل. المكان اللي ارتفعته منه الاربع سلسلة مش هشتغل فيه. لان الاربع سلسلة ارتفاع غرزة العمود باتنين لفة. هروح للمكان الغرزة اللي بعديها على طوله. هشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. لفيت الخيط على الاربع مرتين. وهروح للغرزة اللي بعديها على طول. وبتخل جواها واسحب الخيط. كون معي برضو اربع حلقات. هلف الخيط واطلع من حلقتين. وهلف الخيط واطلع من كمان حلقتين. هلف الخيط واطلع من اخر حلقتين. يبقى بلف الخيط مرتين على الاربع. بروح للغرزة اللي عليها الدور. بدخل تحتيها وباسحب الخيط. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. بالف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين. بنفضل ماشيين بنفس الطريقة بنف الخيط مرتين على الابرة. بنروح للغرزة اللي عليها الدور وبندخل جواها. بنسحب الخيط. تكون معي اربع حلقات. بالف الخيط وبطلع من حلقتين. وبالف الخيط وبطلع من حلقتين كمان. وبالف الخيط وبطلع من اخر حلقتين. هكمل لاخر الدور وارجع لكم تاني ووصلت لنهاية الدور. وطبعا هشتغل ما نساش هشتغل في الاربع سلاسل باشتغل في ربع غرزة سلسلة باشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة برضو. لو ما اشتغلتش فيها الشغلة يطلع معارو جمعية من الجنب. فلازم اشتغل فيها عشان الشغلة يطلع مزبوط. بالشكل ده كده. بدخل جوا رابع غرزة سلسلة واعمل فيها غرزة عمود باتنين لفة. وبافضل ماشي بنفس الطريقة ان انا بارتفع اربع سلسلة. وبدور الشغل. والاتفقنا الغرزة اللي بنرتفع فيها ما بنشتغلش فيها. وبالف الخيط على الابرة مرتين. وبروح عند غرزة اللي بعدها على طول وباشتغل فيها غرزة عمود باتنين لفة. وبافضل ماشي وبرتفع بقى الحجم اللي انا عاوزيه والطول اللي انا عاوزيه. بافضل ماشي بنفس الطريقة لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك اللي قاني.